نظام الترحيل هو نظام وزاري يعني الوزارة عدت خطة لهذا الأمر يعني إحنا بالنسبة أن سبقنا أقراننا وإحنا حتى حاليا عندنا بالتعليم الطالب يسبق أقراننا بثلث سنوات اللي هو الطالب صف الثاني متوسط يدخل تسريع وبالخامس في تدير يدخل تسريع وبالخامس أعداني أضن يدخل تسريع فجائز أن الطالب يسبق أقراننا بثلث سنوات هذا نظام يعني نظام وزارة الترحيل هذا تتحشين نماذج متميزين. مدى تتحشين الكل. فهو ما جانب. خلينا نقول. نعم. لكن عدنا طلاب. يعني عدنا طلاب. يعني الله سبحانه وتعالى ممكنهم وتفوقوا بدراستهم. هذا موضوع الثاني. هذا موجود. لهاي الفترة. أكو قسم من الطلاب يدرس بالبيت. نعم. فترحيل الطلبة. ما كان إلزامي. حتى وزارة التربية من عدد النظام. ما كان إلزامي لأوليان المرمون يرحلون طلابهم. أكو قسم ما ترحله بقى بنفس المرحلة اللي بيها. لكن أمره صار أكبر من الأقران اللي موجدين بصف. فتحول إلى مدارس يافعين وإلى محو أمية. ونحن العام اللي مضى يعني فوق لثلاثين ألف طالب امتحنا وخارجي.